اهلا بحضراتكم الجديد. جيانا من وراء الستوديو. مرسي يا كابس. بجد يعني حاجة لقاء مستنيون من زمان. بس خلي بالك الانجازات الكبيرة ما بتقدمش. الحمد لله يعني انا مبسوطة طبعا انا معاكم في قناة الاهلي بيتي التاني. وطبعوا مبسوطة انا مع حضرتك. انا يعني برنامج الابطال ده بالنسبالي. حقيقة عارفة وعزيز علي. طبعا تشرفة جدا بوجودي مع حضرتك. طيب خلينا نتكلم عن البداية. يمكن قبل الاولمبيات قبلتك مشاكل كتير. يمكن كنت معانا قبل الاولمبيات. والحمد لله رب والشينا كان حلو عليك. الحمد لله. كان اكيد قبلك صعبات كتير. انا دايما بحب يعني اظهر الصعبات عشان نشوف حجم الانجاز. ابرز هذه الصعبات لابلتك قبل الاولمبيات كتير. والله يعني انا مهما عادت احكي للناس حجم الضغوطات والصعبات اللي هي اللعب يواجهها قبل اي افنت كبير بالذات حاجة زي الاولمبيات. الناس سبعا مش طبعا متخيلة غير لو عاشت الكلام ده. بس ممكن اقدر اقول ان ابرز الحاجات الاصابات. انا تعرضت لشوية اصابات قبل الاولمبيات كانت صعبة. والفترة بالذات اللي قبل الاولمبيات دي كانت صعبة عليها في الاصابات. فكنت باضطر ان انا اخد من وقت النوم اللي انا مفروض انامه علشان خاطر اعمل جلسات العلاج الطبيعي. فطبعا الموضوع كان بيبقى بالنسباني مجهد جدا. لدرجة ان انا مرة قبل. نمت يعني غزبة عني على الوساط قبل التمرين. وقعدوا هيصحوني. التمرين هيبدأ. وانا مفيش بقى. انا نايمة. اه في مرة يعني. يعني للأسف الاصابات هي اللي كانت ابرز حاجة في الفترة اللي هي قبل الاولمبيات. طبعا في حاجة تانية. كما يبقى الناس اللي هي. انتوا عايزة تحبيطك. انتوا عايزة توقعك. بالزبط. واللي مش مش حبه نجاحك. واللي مش حبه ان انت تعمل حاجة. دول برضو يعني ما اكثرهم في الفترة الاخيرة. طب طب صحيح.